لو انت فاكر ان مفيش عمل مريح ولا وظيفة مثالية تمنحك راتب جيد مع تجارب متنوعة ومبهرة وفي الوقت نفسه تخليك تتمتع كده بالرفاهية فلازم تراجع نفسك وتدور كويس لانك لو لقيت الفرصة دي فانت مش هتكون تقريبا محتاج تاني حاجة من الدنيا من كام يوم خرجت شركة بتصنع السراير الفخرة والفخمة واللي بيتم تصميمها حسب الطلب وقدمت عرض مغري جدا لوظيفة الاحلام يا ترى ايه هي الوظيفة دي واللي هيشتغل فيها هيعمل ايه بالزبط خليكم معنا معكم رائد حاكم اهلا بيكم شوف يا سيدي اللي هيشتغل في الوظيفة دي كل اللي هيعمله انه هيختبر مراتب عالية الجودة اسبوعيا والوظيفة دي هتسمح ليهم بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كمان وده هيكون براتب مغري جدا بيوصل ل24 الف جنيه سترليني يعني ما يعادل 30 الف دولار سنويا يعني بالمصر كده تقريبا حوالي 470 الف جنيه وهيكون لازم على الموظفين المقبولين اختبار مراتب عالية الجودة على اساس اسبوعي وهيحدد المقبولين مدى راحة كل مرتبة جديدة لمدة 37 ونص ساعة كاملة في الاسبوع وطبعا خرج براين ديلون مدير التسويق بالشركة عشان يوضح ان الوظيفة حماسية لان هدف الشركة هو ارضاء العملاء وهتكون الوظيفة دي جزء لا يتجزأ من فريق الشركة ومش بس كده اسمع دي كمان يا سيدي ده هيتم شحن مراتب السرير المراد اختبارها لمنازل الموظفين كمان بمعنى انهم هيقوموا بعملهم من خلال منازلهم مع تقديم تحليل اسبوعي عن حالة هذه المراتب كمان في وظيفة تانية اعلن عنها موقع بلاتين كازينو على الانترنت للبحث عن شخص يقوم بتحليل كل حلقات مواسم مسلسل الرسوم المتحركة The Simpsons وكتب الموقع مش سر ان المبدعين في مسلسل The Simpsons تمكنوا بشكل غامض من التنبؤ بالمستقبل زي نتائج الانتخابات الرئاسية والاوبئة عشان كده قررت ادارة الموقع توظيف مجموعة من الاشخاص لدراسة هذه الظاهرة كمان المقبول للوظيفة هيكون مطلوب منه مراجعة كل الحلقات من كل الاجزاء وبعد كده يعد تقرير عن اللحظات الاجتماعية والسياسية المهمة اللي بتتنبأ بأحداث مستقبلية وحازي الاعلان على اهتمام كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحازي وظيفة الاحلام على الاهتمام خاصة انه متاح ان اي حد من اي بلد يقدم فيها يعني ومن شروط هذه الوظيفة او القبول للوظيفة ان المتقدم لها يكون بيجيد اللغة الانجليزية بالطلاقة ولازم تكون عنده مهارات تحليلية قوية في الوقت نفسه ومن المستحسن ان المرشح يكون على دراية كويسة بطبيعة المسلسل ويكون كمان من المعجبين به اخيرا هيتم منح مقدم الطلب الناجح عقد مدته 8 اسابيع خلال الوقت ده وعليه انه يتفرج على 284 حلقة وبكده هيبقى ملزم انه يقضي حوالي 36 ساعة في الاسبوع عشان يتفرج على المسلسل الكرتون كمان هيتم دفع الاجر المقدر بحوالي 5000 جنيه استرليني يعني 6000 يورو تقريبا عن طريق اشتراكات قنوات ديزني بلس وواي فاي الالزامية بالاضافة الى الهدايا اللي بترعاها الشركة يا بختك يا سيدي كرتون وفلوس الله يسهله مشاهدين الكرام بكده نكون وصلنا لنهاية تقريرنا النهاردة يلا اكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم في الموضوع وايه اكتر الوظائف او المهن اللي بتتمنوا او تحبوا ان انتوا تشتغلوا فيها نشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة كنت معاكم انا رائد حاكم في امان الله اشتركوا في القناة